الجماعة 8 نوفمبر عشرين 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 مرحبا بيكم في موعد جديد من سبور ميكس ناج متبعونا وينما كنتو في تونس الكل من خلال السنسيس بوان نوف كالعادة شاهدونا بالصوت وصورة في اللايف ستريمين قد تلقاوها على قناتنا في يوتوب صونغون نبدأ ورحبوا بضيوفنا اليوم والصوت سمعتوا صوتوا اليوم في البلاتو أحمد السالح مرحبا خرج صوت يقبل لانتانا لا لا هذا نقص متاع حيرة في نور مرمونت عقب عليه نجمع جماعتين أنا وياك أهamel ع behavior ультرتك يuirوا مムح والله الحمد لله أنا روك يبدأ الموخ موجود في البلاتو منحس شكل بالبنوع من الراحة والارتياح النوعisters دائما اعتقد قد تشوي ponاتت والمشاكل كلير مستدرك م laundatla ومن الطفق لاك اهو اخوي سيرا عم مواصل مختردة ابو سهل أوسل اخرى عطيتني ليديد بعض كم م 도ضع شيء مراحبا لي discrimination كان أحمد الصالحي صانع الحدف بالليونيات المتاعه ولا مختار دبوس؟ يجب تم تعميمها الظهرة لي على كل اللي يجي وينشوا مريتات نعم لهم مريتات غالي في الباب اللي يجي الشنوارا شنوارا ما تظهرش لا أبي لا يبيع في الشنوار نعفق لباس عليك ما عندك الشنوار ما تريش الشنوار لا لا نشري الشنوار ونشري كل شيء يا أخوة أنا نحب نحي أخوي أحمد الصالحي ونقول لوراك وفقت مبارع في المراسل اللي عملتها شو يا أمنين عملتها من أمريكا باعتمار مفمع ذولي نفهم أحد في القاعة ذولي في الندوة كان أحمد الصالحة هدي بريكش من برنابيو عملت هنا ولا باي راح بثابت القاهرة مرحبا ثابت مرحبا مرحبا بسيد المستمعين شنين سيتسمي يا أخي لا إشلام بايش خد قلت مرحبا طولت فاعدين لا لا خدت كانت طلع ثابت سيتسم لا كتو لا إشلام شديقي من مدر المتعثر بالحصة اليوم المد شنين الأمور؟ نبيسه؟ الحمد لله شنين واشدي مرحبا بيك بدي متعفر على الرقى ها سنتعلم سيواش دي السيل مرحبا ما كتبدا متعثر مباطر بردو زي ما سوفه متخافش شنين الأمور؟ الحمد لله عايشكسلام مرحبا بلوخيين كل مرحبا بالسادة المستمعين بش ما ننسى حتى اسمه متبر كله كلهم معروفين شكرا لك سيواش دي مرحبا بيك أعطيكم صحة برشا مرحبا في الحصة بكيانا اليوم مش نحكيو عليها البداية بش كون مع المنتخبات التونسي والليس اللي كون نحكين عليها البارح حثرت شوية جدا بعض ردود الأفعال بش ناخذوها من زوزة نقاط اللي خلفت جدال شوية البداية مع سيمي هلال اللي عمل اللي بارح رسالة خلينا نقوله مؤثرة شوية خلينا نقوله اشنو هفاة جافة هلا غالب مانيش ولد الدار أما ولد تونس الكبيرة أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا واللي يعرفني مليح من قريب ولا من بريد يعرف قديش نأمن بالخدمة وعمري ما كنت من نوع علي نكتب على الفيسبوك أما وصلت اليوم اكتبت الكلنتين هادهم وإلا ما حسيت ببرشة وجيعة وبرشة ظلم كل شي بالكتب والمنتخب عندهم مالي برغم اللي نحب بلادي ونحترم مدراب وخيارات الإطار الفني أنا خدمت ويعلم ربي قديشت مرمت وضحيت من أجل دعوة لتمثيل بلادي كانت من مفروض تتوجه لي من التربص اللي فات على كل اللي صار صارة بهذا اللي كان سبب حبيت نشكر الناس لكل اللي وقفت معايا والضمنت معايا وكلمتني أنا نكور في جامعية كبيرة اسم هالملعب تونسي وهذه حاجة ما تنجم كانت قويني وتنسيني في الحاجة الخائبة المدى معك أنت يا أحمد شنو رأيك في تدوينه هيري رد الفعل ما تحب نتجاوزك نتجاوزك لا 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 أخويا نعطي رأيي في الموضوع شنو رأيك في تدوينه وشنو رأيك خاصة في الموضوع بصفة عامة الملاعب يخرج ويعمل تدوينه كما يتمش دعوة أنا نتعاطف وبي قوة مع سامي هلال ونقدر شعوره وإنسان يحس اللي هو قادر وما كانه موجود في المنتخب الوطني وما يتمش استدعاؤه عادي بش يكون شعوره بالطريقة هذية حاجة أخرى أنا عيتاب لطيف السامي هلال ونقول له رأيه ما زال المنتخب موجود وما زالوا ماتشويت موجودين وما زالوا مستحققات موجودين أنت بالتدوين هذيه كأنك أقصيت نفسك من المنتخب الوطني وراه في تاريخ المنتخب والأنديا وإلا لأي منتخب في العالم دائماً فما دي شوية عمله على ناس معينين اختيارات تنصف ناس وتظلم ناس أخرين معناته سامي هلال سيبوزون يتضرب واحد من اللي غارديان ثلاثة وإحنا ما نتمنعو الشي هذا حتى غارديان رأيه بش يكون هو أول واحد يصحقه المنتخب الوطني بالتدوين هذيه نحس هو كأنه عمل نوع من الحاجز بينه المنتخب كان عليها التريض والصبر خطر النوع من والتدوينات هذو ما ما يفرضوش الأنسان في المنتخب مع كامل التقدير سامي هلال وأنا بالنسبة لي أنا حارس المرمى هذا هو قصة نجاح بعد اللي صار له وبعد الصعوبات اتعرض لها وبعد المشاكل يوصل معناته في التوب يوصل معناته مردود وتقريباً عامين ولثلاثة سنين مستقر ويقدم في أدارقي ونقول لك حاجة الفضل في عودة سامي هلال للساحة وفي تألقه يرجع بالأساس إلى المدرب متاعه الراس المرمى بالمنتخب الوطني الحالي اللي هو مبروك العكريمي مبروك العكريمي هو كان له معناته الفضل في إرجاع سامي هلال للمستوى متاعه سواء من الناحية المعنوية والنفسية وكذلك من ناحية البدنية وشوفنا سامي هلال في التوب مع أستاذ تونيزيان على مدى عامين ولثلاثة سنين البوليميك اللي صار على سامي هلال بخصوص عدم وجوده في القائمة أنا في تقديري معز بن شريفية عنده نوع من الأفضلية على سامي هلال وشي قولك عليش في الظرف الحالي اللي مر به المنتخب الوطني هم يقولك حتى ما تقارنوش مع بن شريفية قارنو دخل حتى داحمين معهم ثلاثة معنى مدخليش محصولة بين بن شريفية و سامي هلال أنا في تقديري سامي هلال كان يستحق أن يكون موجود في قائمة المنتخب الوطني التونسي في المرة اللي فتت في الليستة اللي فتت اللي موجودين أبار من ميش ما كانوش خير منه حتى على مستوى الأداء وعلى مستوى الاستمرارية والاستقرام كان هو أفضل منه كان يستحق يكون رقم اثنين بعد ما ميش لكن كتجي تشوف القائمة هذي ونقولك معنات عليش الإطار الفني فضل معز بن شريفية على سامي هلال قالك يا سيدي المنتخب الوطني يمر بفترة صعيبة بحاجة إلى ملاعبية معناتها قادة بحاجة إلى ملاعبية يكونوا مؤثرين ومهمين في المنتخب بالنسبة للبون شريفية مش مش يرعب أساسي لكن دوره مش يكون مهم ومهمة جدا في حجرة ملابس المنتخب وفي الأجواء المحيطة بالمنتخب قالك الإطار الفني نحنا بحاجة للنوعية ذو ممتع ملاعبية بقطع نظر على مدى الاستحقاق متاع سامي هلال نحنا نصينا صنداج على متاعنا هل تظلم سامي هلال بعدم دعوته لليتنج متشركون أنتما السيد المستمعين والمتابعين برأيكم في الموضوع مختار أحمد أحكي على أسباب قالهم قايس العقوبي من ضمن الأسباب الشيء التي تنتبه هي أنا كلمة قالها أنا في رأيي ما عجبتنيش ولد الدار وما عجبتش كيف كيف سامي هلال وما عجبتش كيف كيف الملعب التونسي ولد الدارة هي كلمة تتقال من قبل في المنتخب التونسي مايش منطوك كانوا برشة ملاعبية يتعدوا بفترات صعبة نعايتولهم خطلهم ولد الدار على أساس ولد الدار المنتخب رأهما وش منك شخصي معانتها أنك كنت مجود أقبل معانتها ولا متيرك سعيه نولي ونعايتولك مانيش نقول له معز خير من سامي وإلا سامي خير من معز ديك فقط على كلمة هذي ولا يخذو لي قال عحمد وقت دي خذيناه قال رأو قيس العقوبي يتكلم بالكداء ما نصورش في وسط الكلام متاعه قيس كان يقصد في سامي وقت دي كان يحكي على سامي ولا معز ويقارن بناتهم يقول هذا ولد الدار وهذا مش ولد الدار ما نصورش كان عنده حاجة مع سامي هلال اوصل لي ولد الدار أنا قلتها قلت معز بن شريفية زيادة عليه قاله وحمد الصالح كان موجود في المنتخب رأنا نحكيه على جارديان جماعية متاعه اللولة كيفاش متحبش تصدعه اللولة تحب ولا تكرر موجود ساهم بالمساهم لكن هنا تعرف وين الاشكال هي من صبري بن حسن البشير بن سعيد نحكيه على نحكيه على نحكيه على ونحكيه على بن شريفية ومعنى قادت كان ممي يستابل ومتاعش عليك الكنفوكاسيون جيش كومش يجيك من اللي غارديان معنى هنا لازم شوية استابلتي لو أنت بشير بن حسن نفس بشير بن سعيد نفس اللي تتعليقات فيها لا يلعب لا أحد شيء معنى استادايت المرة الأولى ومجبتوش أنا بنسبة لي أنا سامي هلال تظلم ونعودوا نقولها وتغشوا عليها جمهور البقليوة وقالوا لي كيفاش تقول الوقت اللي تظلمت في ضربة الجازاء قلتولهم راي تتعامل البقليوة مالوريزمون راي لجنة تحكيم هذي في صالح البقليوة راي تتعامل الأربع جمعيات الكبار مش كيمة البقية قريش عنا ستاش لاثناش راي وكارتيه بالنسبة للوضعية راي عاملو الأفريقي لتوال السياسيس والتراجي بوضع معين أنا هنا شو نقوله نقوله راكا لو كان جيت موجود في التراجي ولا في الأفريقي راكا وفوكي سامي هلال سامي هلال سحيح نعودوا نقولها له ويمكن مش تغشوا عليها سحيح نعم سحيح وعندهم الحق لكن أنا عكس أحمد أنا مذبية كل يومي هابت استاتيو سامي هلال وتواتشوفوه بالاستاتيو هذيه وبخروج الملعب التونسي لازم تساندو سامي هلال أنا بالنسبة لي أنا ما كانو اخذها دحمان فهما ثابت فهما ازدواجية في الخطاب أنت قيس العقوبي ما فهناكي نحي والمساكني المساكني أخي مش ولد الدار ونعايته ربيل حمري أول دعوة معناتك كيبش تمشي انت بمقيس ولد الدار لون كانوا اللي أنا ضده معناه كنت جمد عايته اللي مساكني معناه اللي هو ولد الدار سيحيح نعتبره أن الجملة الحقيقة ولا تبرير خارج على النطاق متاعه ما كانش مدروس بطيطر تصريح كان ارتجيلي لحقيقة أكثر منه أنه فيه يعني فيه فيه ديزوبجيكتي فيه حاجة ورد تصريح لونك تصريح وليد اللحظة حسب اعتقادي لونك بالنسبة للستاتوية متاع استاتوية متاع سيم هليل شوف أنا كنت احكيت في الحلقة للفارتة وأنه سيم هليل الحقيقة يستحق مكانه في المنتخب الوطني يعني فيو الثلاثة سنوات الاخرانين اللي عديهم دونك كان استابل في الرندومنت وعطال إضافة الملعب التونسي دونك وحسب اعتقادي وأنه عنده المواصفات الكاملة من تايم اللعب الساقين دونك سيتان سيتان بروفيل الحقيقة نشوفه اللي كومبلي عكس اللي يعني حراس المرمى الاخرانين اللي لقوصهم طاي يقوصهم التكنيك ويقوصهم برشة حاجات خاصة أنهم بعد على الكمبيتيسيون هذا ما ينقص من الكفاءة متاع الحراس الاخرانين كما بن شريفية اللي يقع السادعات متاعه فالحصة الفارتة كنا حكينا على معز بن شريفية قلت لي معاوز بن شريفية في السبع مقابلات الإخيرانين العب ثلاثة مقابلات فقدتوا أنه الاستحقاق نتعله للمبيل بيجي في المرتبة الأولى ما هوش يعني يرجع الفضل بنسبة كبيرة للمعاوز بن شريفية يرجع للفكرة يعني للسطاف تكنيك اللي خدموا الكل ويرجع للديفونس والعمال القام بيه الإطار الفني أكثر منه يعني عمل المعاوز بن شريفية معاوز بن شريفية تاريخه كبير حارس مرمى كبير تعلق مع ترجل تونسي في عدة مناسبات مع الفريق الوطني أقل شوية لكن يبقى من الحراس الكبار في تونسي لعدم الخبرة امتاعه الحقيقة فليستة هذه ممكن النقطة مش النقطة السوداء لكن النقطة المن تتفقش فيها برشا مع الإطار الفني ومع قيس اليعقوب هو تواجد معاوز بن شريفية الحقيقة اللي أحمان سامي هلال يستحق الحقيقة المكانة المكانة متاعه بنسبة الاستطيئة متاعه للفيسبوك يعني ماهيش نهاية العالم بالنسبة لي كم يخدم على روحه يعني استطيئه كأنه هو وقع اقصائه من كوبدافريق ولا من كأس عالم ولا لا هو زوز مقابلات طر شيحية للكأس الفريقية ممكن يكون متواجد في المناسبات الجديدة وعليش لا يكون متواجد في كأس الفريقي إذا كان يعني يبقى كونسنتري وينسى الحاجة اللي صارت هذه ويبقى مركز مع الفريق متاعه ومع العمل متاعه اليومي في التمارين ونعتبر اللي بلاسته موجودة في المسابقات القادمة وباش تعرف قداش الشواء صعيب معناها حتل طوى 131 صوته على الصنداج المتقيم في فيسبوك التعادل 50-50 بين تفلم ساميهلال ومتفلم الساميهلال باي سيواجدي فنيا ارده 51% عن ساميهلال انا عام قبل ما نبدأ زد باي فنيا هل كان يستحق ساميهلال التوجد في قامة المنتخب؟ تشوف من جميع النواحي ساميهلال يستحق يعني المنتخب بصراحة بصراحة مش مسناء من عمناول ساميهلال رأو مش تعا تقول لي هاي باجا لولا ولا هاو دا حمان رجع على العبز ماتشوات ولا هذا من عمناوله هو معناها مساهم مساهمة كبيرة في النتائج الإجابية متاع الملعب التونسي يعني ثم في المجهود انا ديما نقول شنو يزمو يعملوا ساميهلال بشي يمشي المنتخب؟ شنو يزمو يعمل؟ عمل كل شيء عمناول يعني عمل سيزان خرق العادة أثناء بداية موسم يعني معمل حتى غلطة بالعكس يعني كان موجود ديما مع الفريق متاعه وعمل ديبارات ممتازين ومنع الفريق متاعه يعني في بعض المباريات قاعد يقدم فيه مردود عنده خبرة عامل الفني صحيح عنده خبرة عمره 35 سنة وقتاش بتاخده المنتخب ساميهلال وقتاش يعني 35 سنة وقتليولي 38 سنة و39 سنة توى 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 يعبه آخر في بلاس ساميهلال روبطة الكورة هو توى لاشدو 35 عاود حيام جديد وعاود استرجع يعني امكانيات واسترجع يعني المسيرة متاعه وكل شيء فرصة بشتعطيه مش بهي ظلم اراه ومش بهي ظلم ما اكلووش عرق الناس يا اسلام روب ساميهلال قدم معناها مردود ممتاز وممتاز جيب عرفت سمي فيهم ظلم سيدا سيدا دا ذنوب هون مدى شوعة معناها توى انتي حداشوف حتى فالعباد الهني فماشي واماشي كلهم ماشين مع كتاب الظلم اقلوه كنبدوه 90 بالمئة مع الفلين و 10 بالمئة مع الفلين ما كيتشوف 50-50 معناها سعيب كان شوعة مهو الظلم اختيرات هذا ريان. خمسين خمسين تدخل فيها حجر الاخرين. خمسين خمسين. شو ما حاجات؟ لا تدخل اللي مشاركين خمسين خمسين منا جمعية اللي مشاركين. هم اوما مش تقولي عالترجي. هم ازوزو للترجي. بش نكونوا واضحين سامي والترجي وموعز والترجي. لا ما عادش والترجي سامي. طيب مش في الملعب تونسي. حتى معز منا ما عادش والترجي مثل اولم بالبيجي ايه مش كيفي. مش كيفي. كريير متاع معز في الترجي مش كما كريير تقسام هلال في الترجي. يعني عمل اسم معز عمل اسم وعمل كريير كبيرة في الترجي رياضي. ما عملاش في جامعة اخرى. فهمني. سام هلال كريير متاعه ظهرت وبانت مع الملعب التونسي. يعني بالرغم اللي هو ما انا يقديم برشا. بو. هذي حاجة اولا. حاجة ثانية اه تقول لي انتي الجانب المعنوي وبشي ساند يعني مساندة معنوية للمميش. يعني مش معقول طيو. هذي كريتير ناخده بيه. عمرك شي شفت انتي مدرق. في العالم مجمع. يجيب حارس. ولا لعب. يجيب وبيش يرفع المعنويات متاع اللاعب الثاني. معناه كيل كريتير. يودي كريتير ميل جاهي زي اخي طيو معناه كلمة جاهي زي كلمة حق وريد وريد بيها باطل. نستعملوا جاهي زي وقت لي نحب. ما نحب ما حاشتنيش بيها انتكي جاهي زي نستعمل العامل النفسي. وقت لي احب. تحكي عالجاهي زي اه سامي هليل جاهز اكثر منهم. ذكرني في باراد واحدة عملها بن شريفية ولا منع بيجة من هزيمة. بار كونتر سامي هليل. مستوى محترم. مستوى محترم. عامل تقريبا تلاثة كلينشيت. عامل تلاثة كلينشيت تقريبا. كلينشيت رو مش كان الحارس رد بالك. اي اهم عنصر فيها الحارس. لا 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 كلها الدفاع تنجي مكون عندك حارس ممتاز. والدفاع متاعك فمتي كاسكيس. فاني تقبل له ديف. هذي معروفة. فاني هي الراوسة المنظومة كاملة الدفاعية تكون ناجحة. في المرعب تونسي. دونك اه بيتو في اولمبيو البيجي. دونك هذي الحاجة لولا يعني. مش معقول نحط ملاحبي والكرتير الثاني. نحط ملاحبي ونحرم واحد اخر من المنتخب على عشدة تلاثة سنكان. مش تقول او هذي اجبتوا بشي ساند معنا وين. مو عملوا بريباراتور منطال. وما وش في حاجة مميش المساعدة. مميش تشد مع المنتخب في مباراية الفارتة كله ما كانش سبب في حتى هدف. معناها كان ممتاز وكان يعني اه يقلل ويمين. ممكن عكس على مع الترجي هو اللي ممكن عمل لاختاءة. لكن مع المنتخب ما عملش اختاف المباراية متاعه مميش. ما وش في حاجة مش تحط له انتي اه اه معنا واحد يساند فيه معنا وين. مش معقول معناها كريتير الثاني مش موجود. مم. تيمشي على المبدأ ما هو الجاهي زيها. منتخب للجاهة. سياحوي اللي عنده جاهي زيها اكثر يمشي. بح. كلمة ولد الدار زي كلمة كبيرة رأه. بح. بش نجي. كاي. اه. اه. كمالت واش دير. لا لا كلمة ولد الدار ما تقالش. لا تتقع. لا لا ما تقالش. لا لا. المنتخب. دام. ولد الدار المقصود بها. اه. هو الفيكو هو الارث متاعك في المنتخب الوطني. تتسمى ولد الدار. وتحكي على اللي دار. وتحكي على. لكن لا مش حكيم المساكن. مهش حد. ليه ايه ايه. المساكني ما هو الجاهز. ايه. لا ما هو الجاهز. وما هوش نمساكني زيكو خلف. كيفيش موجز؟. ليه تقريبا. اسبوعين اسجل. وما هو مجز. يا ليه. زمما توق يعني سجل الاهداف انا وحايا. عجبي. تقريبا. اسبوعين قاعد اسجل فى قدر. عاجبي. من. فئة كبيرة من المحللين في الإذاعة وتلفز. ثم تقريبا تسعة في المياه تسعين في المياه كل كل مرة وانتو علن القائمة يتسألوا كيفاش لمساكني يزيه فرجان يزيه هم عاد عنده حتى إضافة ويزيه خلنا نعطيه فرصة نشبه. نحن 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 نحكيه على الخطاب متع ولد الدار ما يش نحكيه على مساكني يعيط له ما يعيطلوش نحكيه على كلمة ولد الدار بالمقياس الذين اللي اختاروا قيس ياقوبي نعيط ليوسف لمساكني ما نعيطش مثلا ربيان حمري. ولد الدار قالت الكلمة وقت المسألة طرحت بين بن شريفية وبين سامي هلال. مم. معز بن شريفية ولد الدار افكتيف مو عنده إرث في المنتخب الوطني عنده التجربة ونقول لك حاجة احنا الجدلة متاعنا شنوه وكأنه سامي هلال كي بيجي للمنتخب الوطني بيش يكون الحارس الاول. مم. وهو سيبالوكا. مم. سامي هلال بيش يكون الحارس رقم ثلاث هكا ولا الايطار الفني. هون عطيه كان السبب المباشر. قال لك اذا كان سامي هلال بيش يجي يترينة وياكل ويشرب يورقد في الوطيل. وما عنده حتى على المستوى المجموعة. انا نولي نفضل بن شريفية. لانه بن شريفية. شو لابورتة بن شريفية في المجموعة؟ لا سيطاني دور. لدور في التراجي مش منتخب سمحني. لا لا بن شريفية عمرو ما كان لدور في منتخب. كان لدور في منتخب. انا روش ما نفضل. انا روش ما نفضل. انا عنده جيكو كبيرة في المنتخب. اخلي موجود لمساكني ما كانت ما حتى لدور. لا فقط شنو. اللي كان الخزري ما كان دا ما حتى لدور. شنو يا سين مريح مثلا طو مش مش لدور في منتخب. اه سخيري سخيري مش لدور في منتخب. مش بن شريفية. حتى بن شريفية في واحد من الأوقات كانوا الحارس اساسي لو في المنتخب بانسي والدور. حارس اساسيية ما ممكنش لدور. رو انت عاطفنا مع السامي هلال. ونشوفوا اللي هو عنده أحقية بالتواجف اللي كيب ناسي نال. ما خلنياش نقصوا من قيمة الناس لاخرينة. ابريتو وخي نحكي واحنا على زوز حراس مرمى يلعبوا في حيفا كونكري. يا اخي إسرائيليين هما. شنو يا ذي حيفا كونكري. فمي جمعي اسمع حيفا كونكري في غن. حافية اسمع مش. في غينيا في غينيا. في غينيا مش غن. دائما المسلحة الخاصة. قدموها دائما على المسلحة العام. يا خي نحكي واحنا ندزو مع السامي هلال. ونتفطو نتعاطفو مع السامي هلال. يا اخي داحمان. امو عز بن شريفية تابعين كونكو. تابعين غينيا. تي ما ما توان سوي لعبوا في الكيب ناسيونال. وبش يدفو على الان وين المتخ. راول مشكلة. المشكل راول مشكلة سمحني. متاع اللي خاصة اللي خاصة اللي خاصة اللي ما يتسمى وش يزيهم يصير فيهم البيع راح في هلال دائما ما نزيدوش عليهم. دي ماو تويسة ايضو ما ما مدكر ديا مشي بشرعوا في الكيب ناسيونال. عليه عليه احنا معنا تشوف. يشيرك في كاس عالم. يشيرك في كاسبريك. كان دي سيزيف. انا عكس الكوتش. عندو خبرة كبيرة على المتخبين يقل ليوم عندو حتى عبور في المستوى اللي فيه الاولامبي الباجي. انا نعطيك بالارقام لباراد اللي عملها بنشريفية اموها في تواماتش. مناع ثابر اولامبي الباجي. خلاول الولمبي البيجي يكسب نقطة تعادل او لا لا ما شككش في هذا ما شككش اه ما نشوف وان اشتحق لا لا نسبيا قلت ما يعني لنتيج انتع الولمبي البيجي تاو ما ترجعش يعني اصون برسون للا هي حق عندهم فيه قصة كبيرة وقت لي جاء وقت لي جاء دي جاء الولمبي البيجي عندها تسانيقات ظهر لي وثلاثة كلينشيت وثلاثة كلينشيت امم دونك العب صحيح عربعة مقابلة تقدم مستوى متميز لكن هذا ما يمنعش اللي اه 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 شي مليل جاهز اذا كان مدرب اخذي الكريتير متاعه وانه وجاء قال بنشري فيها جاهز وموروا بها وحاضر مياه في المياه والفريق متاعه معناه ما 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 اذاك اشقال لا انا احبط في الندوة صحفية اذاك اشقال قال جاهز قال عامل كلينشيت قال ليعب سقي خير من سامي هليل طالب مهم ومؤثر في المجموع لا مهم الكريتير ذاك ما اوش بش يلعب اوه ايه انا نحكي لك نحكي لك ما في الشوات بنشري فيه الترتيب بتاعه شنو في المنتخب تاو انا راني جو دي فوق بنشري فيه على حساب آآ بنشري فيه على حساب آآ بنشري فيه على الانوطنور على شطرق ايه انا كيو نتناقشو بنشري فيه كلاس ما ونتاعه وقدش في المنتخب روزيم ام وشو بيش تحمل بيه ياري يجيبو قال الم بازي يكون طقل قدك دعم معنا WLB большое اضافينا كيو مقال سلام عليش عاظينا بنشري فيه من قيناة موس معل زوجم ايه 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 انا forward or لا تحكيه على بن شريفية انا بالنسبة لينا مميش بن شريفية الثاني و الثالث يعني كتشوف سامي هليل و دا حمان رجل عامل زوز ما تشوات و سامي هليل كيمكن تحكي على عامين هناك الاشكالية تدوينه من ناتق رسمي الملعب التونس ينس بن فلاح هيقول فيها الحمدول ليرب الحراس متاع المتخبة متاعنا الكل يلعبوا في تونس بالتالي بش يكونوا موجودين الكل الفشان هكيكا حظوظنا كبيرة لرفع اللقب اهوكا منتوى تقريب لي واضح معناها رسالة مشافرة اللي ما تبتعايتوش منتوى السامي هليل فشان باش تتفكروه وقته و تحرمونا منه ذهل حاجة عادية كما قلت لك الملعب التونسي الضغط متاعو معقول راجوار متاعو تظلم وجوار وقتلي باش باش يقول لك انا حتى جامعيتي ما وقفتش معايا هاي سيدي الملعب التونسي وقفت معاكم و انا اذا كان يكمل سامي هليل الرندمو هذيه شفت فشان هالبطولة هالي توافقت هسيدي مش تحل فيها مشكلة مشكلة كبيرة كل جماية مش تقول لك اخوي برا ما تعايتليش على عكس تقول الوقت هذيه شفت الملعب التونسي تقول خليلي سامي هاليل ما تشوعت النادي الفيخي كيف كيف مميش تراجي هذيه اشكالية معنى انتي طو بش جيت هز جواريت التراجي لشان والتراجي عنده استحقاقات معنى اللقيقة هو حسب المعلومات مقتدل الداولة وانو مش عايته زوز ملعبية مكسيموم وكل جماعية وذيه في نفس الوقت ربش حال المشكلة خد ثم جماعيات عنده زوز ملعبية شدينه وموقفينا جي انتي تناحيهم لها زوز ملعبية يتأثر بصراحة اخي انتي طو بورقة وسيلو تون عرفوهم ملعبية مميش مريح ازعلوني ايت ملك لكلوب معنى نحكيلك انا منحكيلك هذو مزوز معنى مهمين برشة بشتناحيهم مؤثرين اذا كان ماشي انتي تحب تهز الشعن لازم كلا تهز الممو معنى انا اغزولي انا مع الحقيقة الاستياذ في كونه بش يعمل التدوينة هذيه وثمنت الملعب التونسي كيقف مع جوار لحقيقة سامي هلال تمس ومعنى حتى حل كان تاقف وطهب التدوينات وكان لزم اليوم تدوينة اخرى لحقيقة انا اتفاجأت اتفاجأت بعمر سامي هلال معنى 35 سنة ماذهرش عليها اتفاجأت زادها رو معنى نرجع نزيد الراجع روحي زادان نقول رو 35 سنة بنشريفية 33 مختار معاتش نحكيه هاني قلتلك هانا رو نحكينا بنشريفية رو لازم يكون الثاني انا مشكلتي في دحمان شنو الكريتيري استدعت بها دحمان معنى مشترذي جماعية كبيرة فما تعليق جينا في اليوتوب من عند مصفى الوسليت يقول 30 دقيقة نحكيه على الحرس الثالث ظهر اللي بورشة وكلامه مجغلة بورشة معتها كياخو موظوه هير نقدموا شوية نحكيه على اللاعب اخر اللي هو الياس العشوري البارح الناخب الوطني القيس العقوبي قال موسى بنتي احمد كنت حاضر في الكونفيرانس وقال عنده اصابة رغم اللي قال حبي يجيه لكن فضرنا يا قاعد يرتاح ويلعب بزرق البارح اتفاجئنا انه موجود على البنك متاع فريقه كوبنهاجم في المسابقة الاوروبية لعبوا مع رينجر سوى اللي هيك سيواج دي خلاص لك انتي انه انه كل لعب موجود على البنك مش مفروض ما عاتها جاهز بشا لعب معنى اذا كان مصاب ما يقعدش على البنك وخستن في اوروبا معناها تعرفش معناهم لعبي جاهزا قاعد على البنك معناها اخذاء المدرب اخذاء الظول اخذر ما عنده الطبيب معنى اللي طار الطبي هو ما تخلشه بشكونوا وافحين ما يلعبش على دقيقة ما يلعبش اذا كان بقى على البنك يعني يجاهز في كل لحظة وعلى ذمة المدرب رغم ذا ماش ملاعبي جاهز انت درجين وربعة ساعة تبدأ تبدأ من ناحية اللياقة وكل شيء لكن تبدأ اصابة يا جاهز يا مك جاهز يعني ذا ماش اذا كان قاعد على بنك الاحتياط يعني جاهز وانيه عنش قدتك المقاييس يعني تختلف من اللاعب الاخر مش معقول معنى اذا كان اللاعب موجود على البنك متاعهم بعد ما يجيش المنتخب خطروا سوادي زون موصاب يعني ذا ما ناس رافضة جيل المنتخب هذيه واضح يعني والعشوري مش اول مرة حتى مرة الفتت يعني صحيح كيف يعني عنده سويب الحكاية معنى مصلنا لدرجة هون المنتخب اللاعبين ما عادش يحبوا يجيوه انت يحمد كنت حاضر بلافتكم فيه قبل اقبل اقبال لا صحيح اتلكه مهم المرأة ذيه على قول المدرب اتصل به وعبر الملاعب على رغبت وامشعاز صفوف المنتخب الوطني واستعدادهم معاه انت في كل الظروف باش يجيوه للمنتخب ووووو والمشكل هي اصابه اصابه تعرضيه على مسوأ لديه عليش فالبنك البارح موجود عادي مدن ملعبش لا مدن ملعبش ملعبش عد على البنك يعني جهز عد على البنك معينج مدخل معناه كي ملعبش كي ممو معتها موصاب يقع في المدير جيل الفوق لأنه موصاب اللي عنده عنده ضربة في الدكتور يقعش قعد على البنك يقع ده الفوق موصد وحس تحكيه حكيه في موضوع أنه يلعبوه بالمعنة بزرير قايس سمعته ايه وقايس قال ايه نقدم مصلحة المليعبي معنات على 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 إذا كينا ملعبي مضروب مجيسا نزد نكمل عليه يعني باش هذا يأكد لك اللي الملعب يا رو ما واش رافض المجيل المنتخب الوطني قامك يجي مضروب وما ينجمش معناتها يعطي الإضافة المرجوة علش يجيبوه فيه معنات المرة دي رو ميناء الظلم لا لا بيلا قلش يتلكها المرة أخرى لا 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 المرة لي فاتت المرة دي المرة دي موكي يبدأ عنده سوابق أحمد يزيدي خليني نشك لك وقتيني المرة اللي فاتت كي تستدعاه تقوله رك ما يجي تجرب تلك oil ما كون قال لك قال له هكا انا قلت لك انا اللي اتصلوا بها قلو لهك ما يجي ترفع تلك oil ما شدي تدخل في الconcurrence اي بجي تدخل في الconcurrence المرة قال إنه اتصلت بيه لا يعطي لو تعبر على رغبته انه يجي المنتخب الوطني في كل الظروف وصلوا حتى يفكروا يلعبوه بالحقن الكبير للمنتخب الوطني يلعبوه بالحقن ولا الجماعية بتاعه ليه ليه يبدو لي الزوزت حتى جماعيته ساحل حتى جماعيته معناتا مستحيل الناس محتر فيه شبيه يبدو لي ضغطوا عليه بشي لعب بالحقن زت ليه يلاله سعيد و لا بروف ملعبوش لا بروف ملعبوش وحتى الكيب يمتاعه معناتا الملعبي مضروب ميزم نيش زاده شو ميزم نيش ان الملعبي من ثنو ظلموه ايه ما حبيتوش يقعد عالبانك انت كنت تدرب منذ ايام تقريبا معناتا عندك ملعبي ملعبوش لعب ومثاب تخليها عالبانك حتى لو كي ملعبش انا ضد الزرق اذا كان ملعبي ملعبي ملعبوش شعة الاضافة 100% حتى في 10 دقائق لعب 4 ساعة لعب نفضله انه يبقى عالبانك اذا كان معنديش فكتيف اللازم اذا كان فهم اللي فكتيف ففضله انه يرتاح ويعني يقوم بالعمل المتاعه الفردي مع الكنيه المعدل البدني انا ما يقعد عالبانك انا ما هو الكنتكس في النادي غادي او عنده بيبالجي باش نكونوا واضحين بيبالجي هي بلي غراف كالالدكتور يعني فهم مشكلة مشكلة حاجة سرعة حاجة جادة حسب رأي المرة اللي فاتت لك المرة هذي حسب بنشوف يعني البير حقا على البنك الاحتياط اذا الحكاية جدية معيش حكاية متاع بتاع تامار ذو الا ما حبش يجي للفريق القومي الفريق الوطني دونك المرة جاية اذا كان فهم تلك تلك من نوع هذا نفضل وانه ما ما عادش يقع السدعاء للمنتخب الوطني لك يقع دع البنك اسلام رو ثم حالتين ردوا بالنازم فرقوا بناتهم يبدو فرقوا بشيق يا فرقوا بنا بدنية انجم يكون موجود كما إسابة يا جاهز يا مك الجاهز في الإسابة هنو اقع يعني موحطه انا والله انا رو فماش المنتخب نعطيه فرص فرص اخر انا من المرة اللي فات ترفض أنا معك وأي لي عبد هذا مشكل هو وأصلاً هنا نحكيه ورونة نحكيه على يامال يا أخي هنا تفرجنا فيه يا سيتي تي موت عدنا من الكلوارم صدقني يمكن فما شكونيك أذبني إلا فسخ جوار راني بعض ساعات نرجع بعد بين الميتون الميتون كيب ناسونا نحط اسمه ونتفرج فيه في جامعيته الراجل يدخل يبينتري ويجي من هنا يقول يا ولدي بك شي غلطين فيه هذا هذا يا سيد مش يزرقوله هذا كيحنطوه ما عادش ينجم راهو يكون مريقل في جامعيته وهنا رينا رينا ما عمل شي معنى إلا إزي ما تقدم شي والله تعرفوا قتاش يغيذنا نحن المشكل المختار سامحني المشكل في المنتخب الوطني منذ سنوات هو التوظيف اللي عبين اليونسة والبرخ خاصة في جامعية كبيرة وقتلية أربية كبيرة في تونس برشا متقلقين في جامعياته مجهور منتخب لاعبين تعطيك مثال علي معلول علي يوسف عمر العيوني سيف الطيف مثلا برشا ملاعبين متقلقين في جامعياته مجهور منتخبي ولا يلاعب آخر ياسي سخيري كيف كيف حاطرة تخرج الملاعبين من الكنتكست متاعه اللي ينجم يقدم فيه الإضافة احنا مرة مع مع الكونغريم مع الاناليسة متاع المنتخب الأرجنتيني قبل الأرجنتين عملت معه حلقة زوم مع المدربين حكاوا أنه في الكاس العالم منتاع قطر بش يوظفوا ميسي في صالح المجموع برشا قالك شنو ميسي يعني واحد ملاعب واحد من نجمش يقدم الإضافة لكن هنا هو أقنعنا اللي يحاولوا توظيف ميسي في صالح يعني الناس كل تخدم على ميسي وهذاك اللي صار في كاس العالم احنا هنا مع ناش ميسي ومع ناش رونالدو عنا ملاعبية ممتازين يعني ما هومش فوري كلاس بالإيطالية ما هومش حاجة كبيرة برشا ما هومش حاجة يعني بريمون على رونالدو وعلى ميسي لكن ينجموا بليزو موا يصنعوا الفارق وأفضل شوي خاصة تكتيكيين وبدنين الملاعبية اللي ينشتوا في المطر الوطني دون اللصوص اللي كان يحكي فيه المخوح كام على الملاعبية قالوا انتي رك ما عطيت حتى إضافة اللي كيب ناسيونال ما عندك شبكو قالوا ملخب حتى إرث بيش تدلل علي الملاعبية بارامو تشكلوا مستاتيوم تاعوا من اللي انتقادات اللي قاعدة تعرض لها قايز فهموا قالوا رك انتي عندك سفر إنجاز مع المنتخب يعني ما عندكش على استتكة ما عندكش على تستند فيرفض دعوة الدعوة للمنتخب الوطني ولا انك توفرد روحك تلعب أساسي مش نبدأ تبدأ ما يحسب القيس الياقوبي تجيب عندي ينا تولي بسرعة خاتر ما بكري نقول لكم هيا بش نخرج القيس الياقوبي ما يحسب لي نجاحه في ترويذ أحمد الصالح الترويذ أحمد الصالحي عنده يد في الليستة هذي عنده نهارين عنده أربع يام ويمدح في قيس الياقوبي نمشي وفاصل الموزيكة بعد كما نحكي وفقيت أزي أحصتنا اليوم